اتفاق الحديدة الذي يراه البعض أول اختراق حقيقي في جدار الحرب أصبح أيدا للفشل ولا يجد المجتمع الدولي راعي الاتفاق وصيلة لتنفيذه أهلا بكم إلى فضاحر في حين كان يفترض أن يكون الاتفاق قد أنجز لم تبدأ حتى اللحظة خطوته الأولى فيما تذهب المؤشرات إلى أن إعلان الفشل بشكل أو بآخر بات قريبا تقول الحكومة إن السبب مرتبط بمحاولات الحوثيين إفراغ الاتفاق من محتوى تارة برفض تطبيقه وفقا للتفاهمات المتفق عليها في السوكولم أواخر العام الماضي وتارة بمحاولات الالتفاف على الاتفاق وتجزئته وهو ما ترفضه الحكومة يقول البعض إن الاتفاق كان يحمل بذور فشله داخله منذ لحظة إعلانه نتيجة للغموض الذي اكتنف بنوده فيما يشير البعض إلى أن الاتفاق كان يمكن أن يمضي في حال بذل المجتمع الدولي جهدا حقيقيا في سبيل ذلك كما فعل لحظة توقيعه وبانتظار اعتراف المبعوث الأممي بفشل جهوده بتنفيذ الاتفاق تدور التساؤلات التالية لماذا فشلت أول محاولة لإنهاء الحرب وكيف سيوقي هذا الفشل بتأثيره على الأزمة اليمنية وما هي خيارات الأطراف بالنقاش سيكون معنا من عدن الناشط السياسي طارق سرور ومن بيروت الكاتف الصحفي طالب الحسني أرحب بكم أضيفي الكريمين أطرح عليكم بداية السؤال المشترك وأبدأ معك سيد الحسني هل يمكن القول إن اتفاق الحديدة قد فشل؟ نعم مرحبا بك وبالمشاهدين وبضيفك الحقيقة بالواقع الحال حاليا فإن الاتفاق على الأقل ميت ويحتاج إلى إنعاج عملية الإنعاج تحتاج إلى مستاقية من أنا أقول حقيقة تحتاج إلى مستاقية من الإمارات ومن السعودية ومن الطرف الآخر لأنه صنعاء مستفيدة من تنفيذ الاتفاق يعني هل يمكن أن نقول اليوم أن أنصار الله وحلفائهم يرفضون أن تتوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وأن يستتب الأمن هناك وأن تهدأ المعارك بالمطلق أبدا فإذن الطرف الآخر ليس مستفيدا من الاتفاق وهذا كان واضحا منذ البداية هناك من تحدث أن قوتي ريش اتصل لمحمد بن سلمان وهو في ستوك هولم وكان هناك مجموعة من الضغوط لإجبار فريق الرياض أن يوافق على اتفاق ستوك هولم كان هناك خروج للعامري وكان هناك غضب من الفريق الذي كان حاضرا الذي يمثل ما تسمى شرعية وهذا دليل على أنهم لم يكنوا يرغبون بهذا الاتفاق اليوم على الأمم المتحدة أن تكون جادة في عملية إظهار من الطرف المعاركة لا يمكن أن نستمع للسعودية فقط وللإمارات ولمجموعة هذه أن يوصفوا من هو الطرف المعاركة هذا بانتظار الأمم المتحدة الأمم المتحدة والمبعوث الدولي مارتين جريفث قال لمرتين في إحاطتين في مجلس الأمن الدولي أن هناك الأطراف تقبل أو الأطراف تتعاون أو الأطراف مجتمعة لا تعرقل اليوم هو أمام مكاشفة مهمة جداً بحاجة أن يقول وهو من الطرف المعاركة الحقيقة نقول اليوم أن هناك التباس في بعض بنود الاتفاق لكن كان هناك سيد الحسني كان هناك في تقارير الأمم المتحدة التي رفعها رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق تحدث على أن هناك كان عرقلة من قبل الحوثيين واتخاذ خطوات أحادية من جانب واحد كما قال ووصف فيما يتعلق بمسألة الانسحاب من المواقع في الحديدة هذا نتحدث عن باتريك كاميرت وهذه معلومات من الأول كانت هذه كانت تظهر النواية فكيف تقول أن الأمم المتحدة لم تحدد من المعاركة؟ نعم ليس هناك تصريحات واضحة لكاميرت بهذا الخصوص ليس هناك أبدا تصريحات واضحة إنما أخذ تفسيرات لبيان للأمم المتحدة لبيان للأمم المتحدة أن هناك تنفيذ أحادية الجانب عندما تم عملية استلام وتسليم في ميناء الحديدة وعلى الرغم أن الرئيس لجنة التنسيق باتريك كاميرت كان مشرفا وحاضرا على عملية الاستلام والتسليم هذه نقطة مهمة جدا في عملية من سيستلم الموانئ ولماذا هناك رقابة أممية هل من المعقول اليوم أن نقول أن هناك رقابة أممية ستكون موجودة ولها دور قيادي في الموانئ في الوقت نفسه تتسلم في وقت نفسه تتسلم الموانئ القوات التابعة للتحالف هذا كلام غير مقبول فإذن ماذا تفعل الأمم المتحدة الأمم المتحدة لم يوافق أحد على وجودها إلا لأن التحالف كان يقول أن هذه الموانئ يصل منها السلحة تصل منها أسلحة وبالتالي يجب أن تكون هناك رقابة على هذه الموانئ فوجود الأمم المتحدة هي للرقابة على الموانئ لرقابة صنعها وليس لرقابة التحالف إلا إذا كانت ستراقب القوات الأمم المتحدة التحالف هذا مختلف تماما فإذن عمليا وفق الاتفاق يعني بعيدا حتى عن الجدل الذي كان موجود هناك وبالنسبة لتسمية من هي القوى التي ستتسلم الموانئ هذه النقاط بحثت في إستوكولم اليوم كامل 24 ساعة حواء وأيضا وضحت في مؤتمرات صحفية لمحمد عبد السلام لعبد الملك الحجري لعبد الملك الحجري أيضا لعضاء الفريق الذين جاءوا من العاصمة صنعة بالتالي اليوم الأمم المتحدة ستشرف الموانئ لرقابة هذه الموانئ للرقابة على هذه الموانئ حتى لا تدخل أسلحة كما يقول التحالف حتى لا تدخل أسلحة فإذا كانت الموانئ ستسلم للتحالف فما داعي لوجود الأمم المتحدة من ضرائب ومن رسوم إلى البنك المركزي في عدن وإلى آخر هناك أمور كثيرة مرتبطة ليس فقط موضوع الأسلحة هو ما يتعلق بالحديدة أنت أشرت إلى أن كان هناك بيان أنا أتحدث عندما أتحدث كاميرت كان ذلك في تقرير رفع من قبل الأمين العام للأمم المتحدة إلى أعضاء مجلس الأمن بالتالي نحن نتحدث هنا عن معلومات رسمية وليس فقط تصريحات صحفية حول اتخاذ الخطوات أحادية الجانب وكذلك ما سألت ما يتعلق بتأخير الكثير من التأشيرات لتأشيرات الدخول إلى اليمن لطواقم الأمم المتحدة هذه كانت نقاط واضحة جدا في تقارير كاميرت التي رفعها إلى مجلس الأمن في نهاية المطار نعم أتمنى أن تنقل لي هذه بالنص أنا قرأت البيان ما ورد على الأمم المتحدة ليس في تقرير يمكنك الدخول إلى موقع الأمم المتحدة إلى تقرير كاميرت الأول فيما يتعلق بحالة تنفيذ بحالة تنفيذ يعني يسمى التقرير حالة تنفيذ اتفاق ستوك هون أو قرار مجلس الأمن ثاني أربعة خمسة واحد حالة تنفيذ هذا القرار وهناك معلومات واضحة بهذا الخصوص يعني هناك تصيحات واضحة نعم أقول لك الأمم المتحدة أبدت ملاحظات بكل تأكيد الأمم المتحدة أبدت ملاحظات حول عملية الإسلام والتسليم وقالت يجب أن يكون هذا الإسلام والتسليم شفاف وأن يكون من جميع الأطراف وأن يكون هناك الطلاع وأن لا يكون التسليم من طرف واحد من جانب واحد مثل ما جرت العملية العملية جرت أنه حضر رئيس لجنة التنسيق وحضر معه فريق العاصمة صنعاء وجاءت قوات خفر السواحل وحدث استلام وتسليم دون وجود ما تسمى الشرعية يعني الحكومة الشرعية قالت أنها تم استهدافها سيد الحسني يعني في ذلك الوقت الحكومة الشرعية تتحدث عن استهداف لطواقم لأفراد وفدها بداخل لجنة التنسيق إعادة الانتشار وتم إطلاق النار عليهم كما تقول الحكومة الشرعية وفي المقابل رفض الحوثيون الذهب إلى مناطق الحكومة للحديث والتفاوض هناك من الطبيعي أنه كل طرف يحامل الطرف الآخر بالنسبة للاستهداف لأنه هناك شهداء سقطوا برصاص الطرف الآخر في شارع الخمسين وعندما أرادت طواقم الأمم المتحدة أن تدخل باتجاه مطاحن البحر الأحمر هناك تبادل للاتهامات وليس فقط الطرف الآخر هو الذي يمتلك الحق في أن يقر أن أنصار الله وحلفائهم استهدفوهم لماذا رفضوا سيد الحسني الذهاب إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والتحالف للتفاوض لماذا لم تقم لجنة تنسيق إعادة الانتشار أي من اجتماعاتها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية كانت كل الاجتماعات إما في منطقة سيطرة الحوثيين أو في السفينة التي جاءت بعد ذلك كحل وسط نعم من حقهم أن يختاروا المكان الآمن من حقهم أن يكون لديهم تحفظ على أماكن الاجتماعات من حقهم أن يقرروا المكان المناسب وحقيقة هذا كان يجب أن تقوم به الأمم المتحدة وأن تحدد مكان في منطقة من المناطق وأن تجري المحظة ولكن حقيقة حتى لا نضيع في عملية الاتهامات هذه ليست هي الأسباب الحقيقية وراء فشل اتفاق استوكولم في الحديدة هذه مجرد يعني يعني أن تقول أنه فشل الآن هل أفهم منك الآن أنه فشل اليوم يحاول أن يتصور لا نستطيع أن نقول أنه فشل ولكن حقيقة هناك كثير من الأمور التي تعرقله كثير من الأمور المعرقلة له هناك نوايا لعدم تنفيذه وهناك نوايا لتطويل عملية المباحثات وهناك نوايا حقيقية لتغيير صيغة الاتفاق وأنا أعتقد أن هذا هو جوهر تأخير الاتفاق أو فشله وهناك نوايا حقيقية من السعودية ومن الإمارات ومن أدواتهم أن يغيروا صيغة الاتفاق وضحت هذه النقطة سيد الحسني فيما يتعلق بالمجالس المحلية فيما يتعلق بأيضا القوات التي ستتسلم الموانع طيب يجر إشارة إلى أنه منذ بداية الحلقة نحن كان هناك خلل في الصوت في تواصل مع ضيفنا الآخر سيد طارق سرور لكن ينضم إلينا الآن أو عاد إلينا سيد طارق سرور كما علمت سيد طارق تسمعني بشكل واضح؟ سيد سرور سيد سرور نعم نعم أخي الكريم حياكم الله إذن أبدأ معك بالسؤال المشترك مفتتح هذه الحلقة ومحورها هل نعم مرحبا نعم هل يمكن الآن القول أن اتفاق الحديدة قد فشل بشكل صوت نعم بداية مرة أخرى نرحب بك وبيضيفك الكريم وكل مشاهدي قناة بالقيس الحقيقة بأن الاتفاق قد فشل بعد مرور ثلاثة أشهر منذ الالتزام باتفاق أستوك هولم الذي كان من المتوقع تنفيذه في 18 ديسمبر أو 18 يناير نحن الآن في 15 مارس هناك ثلاثة أشهر مرت ولم يتم تنفيذ أي بند من بنود هذا الاتفاق بداية من تبادل الأسرة أو إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وبداية فتح ممرات إنسانية للأسف الشديد لم يتم تنفيذ أي من هذه البنود الشرعية وافقت على مضض ونحن كنا على مضض على تنفيذ هذا الاتفاق كونه لا يلبي لحد الأدنى من متطلبات أبناء اتهامة وهم المعنيين بهذا الأمر بالدرجة الأولى ولكن تحت الضغط الشرعية وتحت الضغط المجتمع الدولي وتحت الضغط وقف الحاجات الإنسانية وافق الجميع على تنفيذ هذا الاتفاق وللأسف الشديد منذ وصول كاميرت رئيس الفريق الأممي السابق حاولت هذه الميليشيات الضحك على الجميع وعرقلت تنفيذ هذا الاتفاق بداية منذ تنفيذها للمسرحية الهزلية والتي حاولت أن توضح للعالم بأنها سلمت ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل وهي قوات تتبع الميليشيات تم تغيير أو إلباسهم بالزي الرسمي لخفر السواحل وكانت مسرحية هزلية حاولوا أن يضحكوا بها على العالم أجمع وأن يشرعنوا لها عبر كاميرت وهذا كان هو السبب الأساسي لإستقالة المبعوث أو رئيس الفريق الأممي السابق كاميرت الذي يحترم نفسه ورفض أن يشرعن هذه المسرحيات الهزلية وبالتالي قدم إستقالته الحكومة الشرعية وممثلة بفريق لقنة إعادة الانتشار منذ البداية وهي تحاول أن تقدم التنازلات تلو التنازلات لتنفيذ هذا الاتفاق وهذا ليس عن ضعف فقط ليؤكدوا بأن الصورة الإيجابية للحكومة وللدولة وللشرعية وبأنها تفي بما تلتزم به فمنذ 18 يناير موعد التنفيذ إلى 9 يناير لم يتم تنفيذ أي شيء كما ذكرت بل حدثت هذه المسرحية الهزلية بعد ذلك في 9 يناير وافقت الحكومة تحت طلب غرفة على تمديد مهلة الاتفاق ووافقت الحكومة وطالبت بتقديم جدول زمني من قبل الميليشيات حتى تكون الأمور دقيقة ومحددة للأسف الشديد أيضا لم يتم تنفيذ أي شيء في 26 يناير وافقت الحكومة على تنفيذ البنود الإنسانية وهو تقزيء للاتفاق كان حاول أن يقدمه غريفة في محاولة لحل حلة الوضع أو محاولة لتحقيق أي نجاح له مع ذلك وافقت الحكومة على بداية تنفيذ فتح الممرات الإنسانية والوصول إلى مطاحن البحر الأحمر ووصلت بحثت منظمة الغذاء العالمي إلى مطاحن البحر الأحمر وبعد وصولهم تم ضرب الاعتذاء على مقر الفريق الحكومي وأيضا تعرق لنقل المواد الغذائية من مطاحن البحر الأحمر هل أفهم كلامك هذا؟ سيصدر هل أفهم كلامك هذا أن الطرف المتسبب بعملية الفشل إذا ما اتفقتم أنتم الثلاثين على أن ما حدث فشلا هم الحوثيون فقط ولا تتحمل الحكومة أي جزء من أسباب فشل هذا الاتفاق للمغالطات الحوثية وللمغالطات الريد كرهاء ضيفك الكريم وكأننا نعيش في حصر ما قبل البذية أقول الأوضاع واضحة كيف؟ أسألك سيد سرهور أسألك هل يمكن القول فقط أن الحوثيون هم من تسببوا بهذا الفشل الذي يعني إذا ما اعتبرت الاتفاق وفشل وافقت الحكومة أيضا على لقاء فوق السفينة نعم نعم أخي الكريم واضح جدا من خلال التسلسل الذي ذكرت له وهي بالأرقام وبالتواريخ وكل الأحذات والبناطفات التي مرت بها الذي مرت بها فريق لقنة إعادة الانتشار منذ كاميرت ووصولا إلى لوليس غرد من بداية من 18 يناير إلى 15 فبراير وافقت الحكومة على تغيير ممر المساعدات الإنسانية وفي سبيل أن تحصل على رفض من الحكومة وبالتالي تبرر عدم تنفيذها مع ذلك وافقت الحكومة على تغيير ممر المساعدات الإنسانية من شارع صنعاء كما نص عليه استفاق أستيك هولم إلى شارع الستين وبعد ذلك رفضت الميليشيات بشكل واضح واستنفذت كل مبرراتها وأبلغت المبعوث الأممي أخيرا قبل يومين أو في الأسبوع الماضي عن عدم استطاعتها تنفيذ اتفاق أستيك هولم يبرر السياسيين بأن هناك قادة ميدانيين وقادة عسكريين لا ينفدون أوامرهم وهذا كله تبادل أدوار تنفده هذه الميليشيات التي لا تفي بأي وعود أو لا تفي بأي التزامات والمؤشرات واضحة طيب سمعت وضحت هذه نقطة وضحت هذه هناك كان أيضا تصريحات أخرى من قبل التحالف كل هذه المؤشرات وأكد هذه الميليشيات لا تنتهم بما تعد لكن سيد الحسني وأنا أسألك ضيفي الآخر سيد سرور حمل الحثين بشكل واضح مغبت فشل هذا الاتفاق وأيضا التحالف أو على الأقل عبر السعودية والإمارات والحكومة اليمنية كانوا قد بعثوا برسائل إلى مجلس الأمن بشكل متواصل حول عدد الخروقات التي يقوم بها الحثيون لوقف إطلاق النار في الحديدة التي إلى حد يعني منذ بدء الاتفاق إلى حد الرابع من مارس كانت 1754 خرق لإطلاق النار منذ بدء سريان وقف إطلاق النار لماذا يفشل الحوثيون هذا الاتفاق؟ نعم أولا من الطبيعي أن يحمل الطرف الآخر أنصار الله وحلفائهم وأيضا التحالف من الطبيعي جدا يعني ومن يحل هذا اللغز هي الأمم المتحدة وعلى الجميع أن يطالب مارتين جريفث أن يكون واضحا وأن يكون مايكل لوليسجارد أيضا واضحا وأن يخرجوا بمؤتمر صحفي وأن يحددوا من هو الطرف المعارقة لها هذا صعب على الأمم المتحدة هذا دور الأمم المتحدة ويجب أن تقوم به ويكفي مغالطات أنا استماعت للتقرير الأمم المتحدة ولحاطة مارتين جريفث لمرتين يشيد بالجميع بكل الأطراف صحيح أنه أحيانا يفهم أنه هذه عملية تشجيعية لكي يتم النجاح في تنفيذ اتفاق استوكولم خاصة أنه مدعوم أيضا بقرار دولي 24-51 ولكن أيضا ومدعوم أيضا بأكثر من جلسة لمجلسة الأمن وآخرها قبل يومين تؤكد على ضرورة تنفيذ الاتفاق وصوتت يعني الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة صوتت على ضرورة تنفيذ اتفاق استوكولم في الحديدة وعلى أهميته يعني إذا تركنا عملية تبادل التهم وعودنا إلى موضوع من المستفيد حقيقة من عرقلة الاتفاق أنا أقول لك هل بالمعقول أن هذه القوات التي جاءت إلى مدينة الحديدة وتريد أن تقتحم مدينة الحديدة عسكريا بقوات عسكرية مدعومة من التحالف وبغارات هل من المعقول أن وهناك اتفاق لوقف هذه العملية العسكرية ووقف إطلاق النار هل من المعقول أن نقول أن نصر الله يرفضون أن يعودوا ويرفضون وقف إطلاق النار ويحبون العملية العسكرية وأن يواجهوا هذه القوات بالمنطق أبدا يعني ولذلك صحيح هناك دواعي إنسانية كبيرة جدا يعني هناك ضغوط من المجتمع الدولي على السعودية وعلى الإمارات على التحالف بشكل عام لألا يكون هناك عملية عسكرية بسبب الوضع الإنساني هناك ضغوط دولية فعلا ولكن في المقابل أيضا هناك من سنستفيد من وقف إطلاق النار في هذه المناطق وأولهم أنصار الله وحلفائه بكل تأكيد يعني اليوم الذي لا يعني ضيفك قال أنهم وافقوا على الاتفاق على مضض وأنا كنت قد أشرت إلى هذا الموضوع وهذا كان فعلا أنهم قبلوا على مضض كانوا لا يريدون خاصة أن هناك طرف آخر يجب أن لا ننساه هو الإمارات الإمارات حقيقة تعمل بمستوى يفوق السعودية يعني يتجاوز الدور السعودي من خلال أنه هناك تعنت على سبيل المثال اللجنة كانت ثلاثية أصبحت رباعية يعني أضافوا لها ممثل عن طارق صالح طارق محمد عبدالله صالح وهو دوين ولم يكن ممثل ولم يحضر يعني لم يحضروا في السابق ولم يكنوا أبداً مع التفاق وكانوا هناك مرونة وقبلوا بأن يكون هناك طارق أيضاً جزء من عملية التفاوض في الحديدة والمشاورات التبادل فيما يتعلق بالخروق وآلاف خرق يعني حقيقةً الجميع يقول ذلك وطرف الآخر لماذا مثلاً الكثير من الإعلاميين من إعلاميين الحوثيين وكذلك المسؤولين الحوثيين هاجموا باتريك كاميرت قبل أن يخرج من المشهد فيما يتعلق بالمشهد اليمني هذا لا يعتبر أنه تحديد للطرف المعرقل من قبل الأمم المتحدة ما لا يقوله غريفث قاله باتريك كاميرت نعم أقول لك لماذا؟ يعني هم حددوا لماذا تم مهاجمة كاميرت لأنه غير من مسار الاتفاقية من مضامينها على سبيل المثال يعني هو حضر في البداية عملية الاستلام والتسليم صحيح الطرف الآخر لم يحضر وكان يجب أن يحضر وليس أن يستلم هناك فرق بين حضوره في عملية الاستلام والتسليم وبين أن يتم التسلم وأن يكون شريك في عملية الاستلام هو حقيقة ليس شريكا في عملية الاستلام عملية الاستلام القوات التي ستتسلم الموانئة أولا هي قوات موجودة منذ 2014 ولم تنضم للتحالف وما ضم المجالس المحلية في مدينة الحديدة باستثناء بعض الشخصيات هم نفسهم المجالس المحلية في 2014 يعني لم يتم التغيير يعني هو نص اتفاق سوكولم حتى نكون دقيقين في هذه النقطة تسليم المدينة إلى قوات أمن محلية وفقا للقانون اليمني الذي في نهاية المطاف يعني شرعية البلاد تندرج تحت سلطة الرئيس عد ربا منصر هادي في نهاية المطاف ليس الشرعية ليس أبدا لا ليس الشرعية إنما وفق القانون اليمني أن يكون هؤلاء قوات خفر سواحل فعلا وهم قوات خفر سواحل وليس قوات يعني غير قوات خفر سواحل يعني قوات غير نظامية هذا معنى القانون الذي كأل وفق القانون الدستوري وليس معنى أن يسلم ربما هذا تفسيرك لذلك نطلق عليها أولا القوات محلية على الإطلاق ليس تفسيري هذا التفسير وهذا ما تم من نقاشه ونحن مطلعين على على جلسات التي عقدت في استكول من بدايتها إلى نهايتها وحاضرين مع الفريق أولا بأول الفريق الوطني هذا نقاش طويل هذه القوات المحلية الموجودة هي قوات خفر سواحل موجودة ومسجلة على أنها قوات خفر سواحل وليست قوات غير نظامية طيب إذن هذه النقاط كانت جدلية بشكل كبير سيد الحسني وهذا ما يدفع للتساؤل هذا ما يدفع للتساؤل كانوا يقولون أن الاتفاق ولد وهو محكوم عليه بالفشل خاصة أنه ليس هناك توقيع على هذا الاتفاق كما يقول كثيرون أيضا هناك نقاط جدلية كثيرة مثل مسألة من سيستلم هذه القوات التي إلى الآن أنا يعني كثيرين يتناقشوا حولها وأيضا ضيف الآن سيد الحسني يفسرها بشكل يخالف فيها آخرون نعم أخي الكريم منذ البداية وكما ذكرت أنا سابقا بأنها قابلنا هذا الاتفاق على مضض للأسباب التي ذكرت سابقا وكون قوات المقاومة التهامية قوات الشرعية قوات العمالقة كانت على مشارف ميناء الحديدة كانت داخل أطراف مدينة الحديدة وفي أحياء مدينة الحديدة وعلى بعد ثلاثة كيلو مترات من ميناء الحديدة وكان بإمكانها أن تحسم المعركة عسكريا وخلال أسبوع في أكثر الأحوال لكن التدخلات الأممية نتيجة المناشدات الإنسانية من قبل الميليشيات لبريطانيا وغيرها هي التي أدت إلى اتفاق أستيك هولم وتنفيذ الهدنة التي نفذت من طرف واحد وكلنا يعلم مدى هشاشة هذا الاتفاق منذ إطلاقه هو لم يوقع هو ترك كثير من الأمور مطاطة وغير واضحة وتم تطمين الوفد الحكومة الشرعية تطمينات شفاهية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أو من قبل المبعوث الأممي غريفت وبأن الحكومة المحلية هي طبعا الحكومة الشرعية المعترف بها من قبل العالم ولهذا تم التوافق على هذا الاتفاق من كلامك أفهم الآن سيد سرور إذا كان الاتفاق جاء حماية ووقفا للوضع في الحديدة الذي كانت القوات الحكومية تتقدم باتجاه تحريرها كما يبدو في ذلك الوقت لماذا إذن يسعى الحكومة لإفشاله حيث محافظة الحديدة تمثل ميناء الحديدة يمثل إيراد كبير جدا لم أسمع أخي الكريم أسألتك إذا كان اتفاق الحديدة جاء اتفاق سوكولم جاء بعد الضغط الإنساني الدولي وضغط المجتمع الدولي على الحكومة اليمنية وقواتها تكادت أن تدخل الحديدة إذن هذا الاتفاق جاء لمصلحة الحوثيين فلماذا يحاولون الآن إفشال هذا الاتفاق كما تقول هو جاء أو اضطر الحوثيين للقبول بهذا الاتفاق كتكتيك لوقف الحرب عليهم أو لاستمرار المعركة عليهم ليتمكنوا من ترتيب أنفسهم وأوضاعهم وهذا ما حدث فعلا منذ توقيع الاتفاق والتزام قوات الشرعية بالهدنة رتبت هذه الميليشيات أمورها وعادت تموضعها واستمرت في حفر الخنادق وترتيب المتارس وتقسيم المدينة إلى كانتونات مختلفة واستمرت بالتحشيد من أفرادها من مناطق صنعاء وعمران والمحويت إلى الحديدة ومديرياتها المختلفة استمرت أيضا بإعادة الناحية المعنوية لأفرادها وهذا ما تم فعلا إحكام السيطرة على مدينة الحديدة أيضا في هذه الفترة تم حملة اعتقالات كبيرة على كثير من الشباب والناشطين بتهمة التخابر مع العدوان هذه التهمة الموجوجة من قبل هذه الميليشيات فأؤكد بأن المستفيد الذي سيستفيد من تنفيذ الاتفاق هي الحكومة وهم أبناء تهامة وأن المتضرر الأكبر من تنفيذ الاتفاق هي الميليشيات بل إذا ما انصحبت الميليشيات من محافظة الحديدة ستخسر رافض كبير جدا وهو دخل الموانئ بالدولار دخل المشتقات النفطية تهريب الأسلحة عبر ميناء الحديدة عبر ميناء الصليف عبر ميناء رأس عيسى عبر المرافع الموانئ الصغيرة المنتشرة من الخوخة حتى ميدي بالإضافة إلى جهاء قبايتها للجمارك من حديدة وتجار الحديدة ورؤوس الأموال وفرض الضرائب وغيرها فمحافظة الحديدة ومدينة الحديدة تمثل البقرة الحلوب لهذه الميليشيات وللأسف بالرغم من استفادتها هذه الاستفادة الكبرى المالية من هذه المدينة هي لا تهتم بها ولا تهتم بأبنائها هذه المدينة تحولت إلى مدينة أشباح في ظل سيطرة الميليشيات على المدينة لا كهرباء لا مياه لا خدمات أساسية فقط موجة من الاعتقالات والمعسكرات حتى المدارس حولتها إلى تكنات عسكرية فملشنت المدينة بشكل كامل بالإضافة إلى بقية مديريات المحافظة بالتالي هم المستفيدين بشكل كبير جدا من بقاءهم وعدم تنفيذهم لاتفاق استكترون طيب في هذا السياق داني أسأل سيد الحسني فيما يتعلق بأنه يربعوا انسحابهم من الموانئ وقد صرحوا في ذلك كثير من أعضاء المجلس سياسي وكثير من الصحفيين الرسميين المحسوبين على هذه الميليشيات بأنهم لن ينسحبوا نعم يعني كان يعول سيد الحسني على هذا الاتفاق للحصول على دفعة باتجاه إنهاء الحرب إحلال السلام بشكل عام لكن الآن فشل هذا الاتفاق قد يدفع إلى وضع أكبر وأنت كنت تقول قبل قليل أن القوات الحكومية وقوات التحالف كانت على مشارف الحديدة وعلى مشارف الدخول إلى هناك الآن الوضع فشل اتفاق سوك هولن يعني أن الحرب هو الخيار الوحيد ألا تخشى يعني من ناحية براغماتية بحتة ألا تخشى جماعة الحوثي من خيار كهذا خصوصا أن المجتمع الدولي سيتعامل بشكل آخر تماما أنت لاحظت ما الذي قاله جيرمي هانت في عدد نعم أولا يعني لو كان هنا خشية من العملية العسكرية لا سلمت المحافظات هناك معركة مصيرية يجب أن يقوضها الشعب اليمني بالقوات العسكرية واللجان الشعبية وأنا قلت أن هذه القوات جاءت على مشارف الحديدة ولكن وضعها العسكري غير مؤهل أن تدخل المدينة وأن تسيطر على المدينة صحيح قد تحول المدينة إلى حرب طويلة وحرب شوارع طويلة وقد تستمر هذه الحرب لسنوات عديدة مثل تماما مثل وضع في محافظة تعز وهناك ضرورة إنسانية هل هناك لدى جماعة الحوثي مشكلة مع ذلك أم لا أم لا تهتم بذلك استفادة نعم لديها مشكلة كبيرة جدا بعد ذلك وتهتم ذلك وإي بحاجة إلى أن يكون هناك استقرار الأوضاع في مدينة الحديدة إذن لماذا لا تقدم تنازلات في هذا السياح؟ تعلم أن الوضع الإنساني والضغوط قدمت تنازلات كثيرة قدمت تنازلات كثيرة واتفاق السويد كان فيه كثير من التنازلات قبلت أولا بأن يكون هناك دور رقابي للأمم المتحدة وقيادي وليس فقط رقابي قبلت أن يكون هناك عملية يعني أن تكون هناك تهدئة وأن يتموضع الطرف الآخر في أماكن يعني لا يستطيع أن يتموضع فيها في الحالات العسكرية لأنه يتم استهدافه قبلت بأن يكون هناك عادة انتشار يعني من المدينة وأن تخل المدينة من القوات العسكرية وأن تخرج إلى مناطق معينة قدمت الكثير وأن تبقى المدينة فقط تحت قيادة المجالس المحلية الموجودة حاليا في المدينة وقوات أمنية فقط لحماية المنشآت وما إلى ذلك وأن تكون هناك استقرار من الطبيعي أنه يكون هناك يعني ترتيب ترتيبات عسكرية لمواجهة أي عملية انقلاب على الاتفاق الحقيقة ما كان يخشى منه بالنسبة للطرف الآخر وما بعد اتفاق الحديدة تعلم أن اتفاق الحديدة هو كان طريق إلى اتفاقات أكبر اتفاقات ستنهي الحرب بشكل عام وهو الاتفاق المشاورات كانت تهدف إلى مستوى أعلى من قضية الحديدة وهو إطار الحل الشامل المتعلق بفترة انتقالية المتعلق بإيجاد سلطات بديلة تتشكل من كل الأطراف لأنه هناك صراع في السلطات يعني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي صحيح يعترف بشرعية هذه وهذه المجموعة ولكنه غير معترف به محلياً يعني وتمسك بهذه السلطة وتمسك بهذه الشرعية هو يعني استمرار الحرب هذه الحرب عمرها أربع سنوات نحن اليوم بعد 11 يوم سندخل العام الخامس دون أن يحقق التحالف أي من أهدافه بالعكس ما يحصل في المحافظة الجنوبية هو نموذج سيء بكل المقاييس بكل الاعتبارات بكل بكل معنى الكلمة يعني والجميع يعرف لا أحد سيضل علينا اليوم ويقول أن الحكومة عادت إلى عدن وهناك استثباب للأمن هناك احتلال كامل يعترف به أطراف كانوا ضمن التحالف أنه هناك احتلال إماراتي هناك تجريف لما تسمى شرعية هناك تجريف حتى لخصوم الإمارات ليس فقط الشرعية هذا يعني أن الأمور أن التحالف فعلا قدم نموذج سيء فإذا الأمم المتحدة اليوم مع طول هذه الحرب مع طول المعاناة الليسانية تبحث عن إيجاد سلطة توافقية وهذا روح وجوهر السلام في اليمن إذا كانت الإمارات والسعودية تتهرب من هذا وأدواتهم أيضا يتهربون من أن يصلوا إلى هذا المستوى هنا الأسئلة يجب أن تقال لماذا اليوم؟ طالما أنتم فشلتم عسكريا وطالما أنتم لم تحققوا الأمن والاستقرار في المحافظات التي دخلتم إليها هناك اليوم يعني أنتم تعلمون تماما الجميع على كيف الوضع هناك فإذا لماذا تهربون من اتفاق سياسي ينهي هذه الحرب بشكل عام لا أحد يحب الحرب لا أحد يحب أن لا يكون هناك سلام لا نستطيع أن نقول أن أنصار الله وحلفائهم يرغبون في الحرب فقط وفي الحرب فقط هم يرغبون أيضا في السلام هم تعبوا من هذه الحرب أيضا ولكن هذه الحرب مصيرية وهم يخوضونها بيخوضونها بالضرورة لأنه هناك من يحاول يعني هذا تدخل العسكري حقيقة لم يخدم اليمن أحيلك إلى ما قاله جمال بن عمر في آخر إحاطة له وحقيقة يعني يجب أن نتذكره نحن جميعا اليمنيون يجب أن يتذكروا كلامه قال بنص كان اليمنيون على مشارف الحل الكامل وكانوا قد خرجوا من حوار وطني ومن اتفاق السلم وشاركة وطنية وكان هناك خلاف فقط على مؤسسة الرئاسة كانت ستحل هذه الحرب فرضت لأنه هناك أهداف سعودية هناك أهداف إماراتية وهناك من يتحدث على أن اتفاق السلم وشاركة أساساً تم الإنقلاب عليه يجعلونها يعني تم الإنقلاب عليه في نهاية المطاف من قبل جماعة القوتي تم الإنقلاب عليه سعودياً يا سيد سعودياً نعم سعودياً يا سيدي سعودياً انقلبوا عليه طيب دعني أنتقل إلى سيد طارق سرور سيد الحسني يعني الآن الحكومة ذهبت إلى اتفاق إلى التفاهمات ستوكهون أو اتفاق ستوكهون أوقفت المعارك فيما كانت قوتها قد دخلت أجزاء من المدينة وليس فقط ريفها وكما قلت أنت لم يكن هناك ضمانات حقيقية سوى أشياء شفاهية من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وربما من مارتين جريفث الآن سيد سرور ما هي خيارات الحكومة والتحالف بخصوص يعني إذا ما أخذنا قولك وأن اتفاق ستوكهون قد فشل نؤكد بأن اتفاق ستوكهون قد فشل وأن السبب في إفشاله هي هذه الميليشيات وأنا أذكر ضيفك الكريم من أنقلب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني من أنقلب حتى على اتفاق السلم والشراكة من أوقف إجراءات الإسكفتاء على الدستور أقول ما هي خيارات الحكومة والتحالف الآن سيد سرور فالمغالطة هذه لا تجدي واضح بأن هذه الميليشيات هي انقلاب واضح في ديسمبر 2014 انقلبت على الشرعية بالتالي سيد سرور والأخيارات هي العودة وتفعيل العمليات العسكرية ونؤكد بأن الكلفة الإنسانية للعمليات العسكرية ستكون أقل وبكثير بإذن الله تعالى من الكلفة الإنسانية التي يتحملها أبناء تهامها الآن في ظل الحرب واللسلم يوميا يموت العشرات من المدنيين بقذائف الهون والكتيوشة من قبل الميليشيات في مدينة الحديدة في التحيطة في الجبلية في حيس في الخوخة يوميا يقضي العشرات من المدنيين بواسطة الألغام والمتفجرات في مديريات محافظة الحديدة المختلفة وهم يذهبون إلى البحث عن مصادر رزقهم للأسف الشديد يتفجرون بهذه الألغام يوميا الوضع يزداد مأساة بشكل كبير بالتالي عودة العمليات العسكرية هي مطلب الجميع وإنهاء الحسم العسكري كون هذه الميليشيات لا تلتزم بأي اتفاقات والتاريخ يؤكد ذلك أشكرك كنت معنا من عدن النشط السياسي طارق سرور شكرا على تواجدك معنا وكذا من بيروت الكاتب الصحفي سيد طارق الحسني كنت معنا من هناك أشكر موصولك ومشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاط في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر